اشتركوا في القناة وفد المرافق وأشهد بجهوده الطيبة في نشر ثقافة الحوار بين الأديان وتعزيز قيم الخير والمحبة وأعرب جلالته حفظه الله ورعاه عن فخره واعتزازه بما تحظى به مملكة البحرين من تاريخ عريق في التآخي والتعايش إذ يعد التسامح الديني ثقافة راسخة في المجتمع البحريني منذ القدم وذلك بفضل وعي شعبها وتمسكه بالمبادئ الإنسانية النبيلة واحترامه لأهل الديانات الأخرى وأكد جلالته أن مملكة البحرين مدت جسور التواصل وحرصت على نشر السلام بين كافة الشعوب منوها بريادتها في تبني المبادرات العالمية التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التقارب والعيش المشترك بما يحقق الخير للبشرية جمعا واستعرض جلالته مع نيافة الميتروبوليت أنتونيوس عددا من القضايا التي تسهم في نشر ثقافة الحوار والتزام نهج الوسطية والاعتدال ونبذ التطرف والغلو من جهته أعرب نيافة الميتروبوليت أنتونيوس عن سعادته بلقاء جلالة الملك المعظم وعن شكره وتقديره لجلالته لما تحظى به جميع الديانات في مملكة البحرين من تقدير ورعاية واهتمام دون تمييز وتوفير دور العبادة لمختلف الأديان مثمنا جهود المملكة بقيادة جلالته في نشر قيم السلام والتعايش والمحبة بين مختلف الشعوب والأديان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر